شهر رمضان الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ركعات التي قد يكون فيها نوع من التمرين والتدريب له إذا لم يكن من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكلمنا في اللقاء السابق عن التقوى وتعريف التقوى وكذلك أنها تقوم على ركنين عظيمين وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي وأنه لو سقط أحدهما لما حصلت التقوى وفي ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قيل إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار وقيل إن فلانة تصلي المكتوبات وتتصدق بأثوار وهو الشيء القليل جدا وفقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة وكذلك حديث المفلس أن الرجل يعمل الأعمال الصالحة لكنه يسب فلان ويشتم آخر ويأخذ مال آخر فهذا قد قصر في جان فكثير من الناس يظن أن التقوى مجرد عمل الطاعات فقط وينسى الجانب الآخر وهو ترك المحذورات فلابد لقيام التقوى من فعل الطاعات واجتناب المحرمات فإذا فعل هذا وذاك حصل له التقوى وهذه التقوى لها ثمار وثمارها عظيمة جدا من هذه الثمار محبة الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المتقين ومنها رحمة الله في الدنيا والآخرة قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والثالث أنها سبب لعون الله ونصره وتأييده إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكذلك هي حصن الخائف وأمانة من كل ما يخاف ويحذر من سوء ومكروه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون أيضا هي تعطي العبد الغلب على الشيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وكذلك هي من أسباب قبول العمل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وكذلك هي وسيلة لنيل العلم لنيل الأجر العظيم ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الثامن في توسيع الرزق أنها توسع الرزق وتزيد في الخيرات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيضا تفريج الكربات وتيسير الأمور ومن يتق الله يجعل له مخرجا النصر على الأعداء كذلك ورد كيدهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط لأن العاقبة للمتقين وقال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين المتقون ينتفعون بالموعظة وتؤثر فيهم كما قال سبحانه وتعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين أنها صفة لأولياء الله وطريق لولاية الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنها الميزان الذي يقرب العبد من ربه ويدنيه يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أنها أفضل ما يتزود به العبد في طريقه إلى الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أن القرآن بفرى للمتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى كل العلاقات أو علاقات الأخلاء تنتهي يوم القيامة إلا علاقات المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتقون هم الفائزون ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وغير ذلك من الثمار الكثيرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن نال التقوى وحصلت لهم ثمار هذه التقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هجرناه 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 فأمس العز ثلا وناح عليه ناح عليه منا من ينوح هجرناه هجرناه هجرناه